اشتركوا في القناة كذب الابيض كذب المنفعة والمصلحة وكذب الضرورة والواجب ما في كمان كذب في سبيل الله بلى دكتور هذا النوع من الكذب اسمه كذب الحرب لانه صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة يعني الحرب تقوم على الكذب وما في كذب تجاري لا دكتور لا هتصار غش والعياذ بالله يا اخي ايوى وشو يعني كذب المنفعة والمصلحة عن ام كالثوم قالت ليش ام كالثوم اشتركت كمان بالاحاديث ولك مو ام كالثوم تبع يا مصحرني هاي ام كالثوم بدعوبة صحابية اه ايه ايه وشو قالت قالت ام كالثوم قال رسول الله ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقوله خيرا او ينمي خيرا ولم اسمعه يعني الرسول يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها ومفاد الكلام مفاد الكلام انه الكذب بيقصد الاصلاح بين المسلمين جائز والكذب في الحرب جائز والكذب بين الزوج والزوجة جائز اذا كان يخدم استمرار الحياة الزوجية الكذب بيخدم الحياة الزوجية ايه هاي سمعه كيف هات كذب المنفع والمصلحة دكتور اخونا النووي قال ان الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذبي يحرم الكذب فيه وان لم يمكن تحصيله الا بالكذبي جاز الكذب ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وكذب الضرورة والواجب شو يعني الكذب مشان انقاذ نفس مسلم او ما له دكتور قال ميمون بن مهران الكذب في بعض المواطن خير من الصدق ارأيت لو ان رجلا سعى خلف انسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى اليه فقال ارأيت فلانا شو ممكن المسلم يعمل بهايك حالي دكتور يسلم الزلمة للسيف لا انا بقترح انه بيستخدم المعارض يعني يقول ما نهون بس بقلبه يكون عم يقصد انه ابنه ما نهون شوي داني راح تصير مسلم دكتور كيش بره بعيد سيد اسلام